السلام عليكم أحسن عائلة في اليوتيوب. كنت منا تكونوا بخير وبألف خير. كيف ما عودناكم في القناة ديالنا ديما كنا نهضروا على جديد الهجرة الى كندا. ورد للطلبات ديالكم حاولت هاد المرة نهضر لكم على كيفية كتابة رسالة الدعوة لا تخذ الانفتاسيون. الناس اللي راهم في كندا وباغين يسافتو لا تخذ الانفتاسيون لخوتنا وخوتنا اللي كنين بره كندا. سوف نحاول لكم شرح المبسط بالتفسير المميل كيفية تكشب اللي تخذ الانفتاسيون. شنو من المعلومات التي يجب عليها في اللي تخذ الانفتاسيون. وكيفية كتابة رسالة الدعوة وكيفية تكشب هذه اللي تخذ الانفتاسيون وشب المهات يمكنك أن تقنع هذا الاجونة الانفتاسيون بأن هذا الانفتاسيون التي تأتي بها وإنفتيوا لتأتي لتقلبها سواء على المسكن أو المأكل أو على بعض المصاريف. وهكذا سوف تقدر تعطي حدود أكبر سوف تكون متأكد أن الطلب فيزا فيزيتر سوف تكون مقبولة مئة بالمئة وهكذا سوف تكتر من الحضوط وعندما تكون ميحة للأخير سوف نشرح لكم خطوة بخطوة كيف تكتبون الالتخدام وبالتفصيل المميل كيف هم المكونات للالتخدام سوف نشرح لكم دكشي لا تنسوش تشتركوا معنا في القناة لا تنسوش تخليوا لايك والناس الذين تكومنتين الكونتيني سوف نشوفكم ونحييكم على الدعم ديما الموتيفاسيون ديما الكوغاج وما يخلونش هنا الفامي مني كنجيو الأوضيناتر كنحلو إن باش في الورد ومني كنحلوها الدوجيسيال دي الورد كنبدو نعمره لزينفورماشن والمعلومة الاولى اللي كنبدو ندخل في الالتخ دا اميتاشن هي المعلومات ديالي انا انا كين في كندا غنعرض الى واحد من لائلة كين في المغرب هندخل المعلومات ديالي هي اللولة الاسم الادرس اه نميرو التليفون والادرس ايميل هدو مباش كنبدو في الاول في الوب جي لاتخ دا اميتاشن بوغام فيزا فيزيتر اه وهنا كنبدو بمعلومات اني انا جوسوسين يوناس بن عمار اه من كوزان اه من عمار كي غزيد اه اه الادرس في كي سكون الكوزان ديالي تاريخ ازديات ديالو اه الهاتف الجوال واللي غادي جي عندي ابتداء من خمستاش شهر خمسة الفين وربع وشرين الى خمستاش شهر الساعة الفين وربع وشرين انا غايجي غيبقى عندي المدة ديالشهر وخصني هاداك نكتب ليه في هادلاليت خلاق انه غايجي عندي المدة ديالشهر ورا انا كن اسوري لفت انه غادي نرجع من بعد من اه تسالي ديالو وهادي كنديرو غير باش كنتبتوه وكنأكدو على لاجون ديميغراتيو اما هو باش كتخرج لك ممكن انك تبقى اه شهر او لا ستة اشهر او للمدة اللي انتباغي المدة اللي حبيتي في المعلومة في الفقرة الموالية كنديرو المعلومات اللي كتخص الانسان الشخص اللي ملائلة او اللامي اللي غادي نعرض علي نقول مسيو رايان بن عمار سوغة ابرجي شي موا ديرون توت لادريد السيجور او لا غا تقول لي عمار غادي تكون شهر او لله لذي سماني بي بأنفحاه المقال بي بأفحاه لكن أتكره نعمل على المستوى أن يكون لدينا العمل على في العمل ومن أتكره على الأسفل ومن خلق ومن خلقه على المستوى ومن خلقه في المساولة والمساولة وهناك يتوفر مكوشة لك في طريق الهوال المغرب سا فيزيت نبو كاتر تمبو غير يعني كن أكدو اللاجون ديميقراتيو على ان الهدف ديالا فيزيت هو يكتش في كاندا ويعرف شنية لكولتر كندية ورحمة رديش يبقى هنا من بعد مسالي سيجور ديرو في الفقر الموالية كنديرو جوهي بريسيز كأهي من كوزان جوهيونس كوريان بن عمر من كوزن. و او جوف Alo avec vous les renseignements a mon sujet qui pourrait vous être utile à l'instruction de madame Ômat. 呦 là il y avait des signes d'un canadien. Retour les ism nié. Si tu as. C'est un canadien. La date de naissance. La date cheveux. La date. Ce qui va mettre. Il numéro de téléphone. C'est l'anити. Ce qui va lui avant. La famille. C'est un canadien. Voici les informations. Co-concerne Rayan. Imanek. Tiens. 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 Il y a riz. ديل آآ الكوزان ديالي تاريخ الزديات ديالو كندير لادرس اني مغو التليفون وكندير ليا فاميليار إلا كان ليا فاميليار من كوزان هو غادي دير شهادات الزديات ديالو اللي فيها الاسم الكنية وحتى انت حتى انا مثلا غنعطي اللي كتبت الاسم الكنية ديالي اننا عدنا لما مليان فاميليار يعني لما اقتنعش لاننا دي وانه مغرب من فاميليار ما غاديش يعطينا هادك ساعة للفيزا وباش يقتنع كنقول لي لانه رامون كوزان وكن برهن كنعطي لو واتيق اللي كتبت دكشي وانه كنديرو لبيد دو فياج شنو الغاية من الفياج ديرو هو هو انه اللي فامو غندر فيزيت وفير لطور بو فيزيته لبلس دي بلاس اكيبك اي انتاريو لادرسيجور بخي فيو كندا من خمستاش شهر خمسة الفين وربع عشر حتى الخمستاش شهر الفين وربع عشرية أني ينك تقول لك تأكد لأجد دي ميقرة على التغوية اللي غاديش وفيا وغاديش 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 يؤكد لأننا تصيبت ديزيزي استيذيذيه قد اكل دو كمping دو كمبين دو نواما مع ، إلى نو分زبوك ، إلى غسبيين . هذه المعلومات التي تركنا في حياتي المنزلة الأساسية هنا ننطق سيدنا في موالية نموالية لتأتي في السنة على نهاية في الهاتف تنسية ، الأممانات والمقصرية بشأن الكثير من حياتي أو ملابطة في الحيات صلى الله عليه وسلم لذلك أتبع أن أكون أفضل كل هل يأتي بالنسبة لكي أن أفضل وفي الانجازة، أريد أن أعطيه لديك أيضًا لديك جيدًا بالنسبة لطولة في المتحدة منكيبك ويجعل حيث تراجعي حيث في المدينة هنا أساق نحن بكيبكيسوني للجميع لدات قبل الوغد للهجم ستاشر ستيني راوف شغي سيلي هاد مودة وغيشوف هاد بطيس كاملين فلا غادي رجع البلد ديالو الام ليهي المغرب وغادي رسpectي لديلي اللي قلت لكم في البداية ونا كنكتبو فيي تتروفي ان بيس جوانت لساهم دمان ديالسيطوانتي يعني كتعطيهم تياه اه كوبي ديالسيطوانتي وكتعطيهم متى لن تكلف بالمصاريف المادية نقدر نعطيهم حتى الغولوي ديال كونت بانك ديالي ما كينش فيه مشكل حيت اه غادي تزيت ابي لا دمان وكتكشب على انك ترس ديسبونيبل بور توت رنسيلمان كمplementار إلا كان هو هاد سيد اللي فلا فاميلي اللي هلا في كاندا هو اللي غايد فالك لا دمان هاد اكسا اكيدل هو الغولوي ديال كونت بانك ديالك حتى انتالك انت في المغرب لاتستاشن دو ترافاي لو فرمولير ديال ليه فاميليال لو فرمولير ديال اللي فامي ديالك وكينين دي دوكيمون اللي وكينون دي دوكيمون اللي هما فاكيلتاتيف وهذا ما كين هدي يلا لي تخليك ان نأكدوا بها على ان السيد اللي غادي جي عندي غادي ينساعدو ماديا وهكا كتكتر من الحضود ان هادك الانسان يحصل على القبول على ومن تماك يدوز باش يدير ويدلا ومن بعد يقدر يجي الكندا بكل رياحية وهادشي كامل غادي يقدر يساعدكم باش يقدروا تجيو عن طريق فيزا السياحة ومن تماك يلا وفقكم بالله سبحانه وتعالى ولقيتوا فرص عمل لك الشي اللي كانت مناه وكانت مناه لكم التوفيق من القلب الخالص هادشي اللي اه الكرة بقاتل في ملعب ديالكم كانت مناه انكم تبارتاجوا هادلا فيديو مع الناس اللي باغين يديروا باغين يجو عن طريق فيزا السياحة وعندهم شي واحد من الله فامي وبغاوا يعرفوا كيفاش يكتبوا آآ رسالة دعوة او لا لا تخد انفيتاشون ديما ديما الكوراج ما يخرعوناش ما تنسوش تشاركوا معنا في القناة باش الله فامي تكبر وكان حييكم على الدعم ديالكم والله يوفقكم في مشروع الهجرة ديالكم